موسيقى السلام عليكم الله وبركاته أعفو بنفسي أنا إسراه خنيفة قائد مشروع الوريانتيشن عام ١٢١١١٨ نهاردة حبنا نعبل التطلع رائي من نحوذ أرائي الطلبة لحضر الوريانتيشن المدل الثلاث يام من فات معي وان شاء الله ينويني تنفل معي موسيقى عربتها المشروع من هنا السلام خرب كمشارع على الوريانات أول حاجة لسمو استقبالك الجماعة أصلا من عمي كان هنا وقال لي أن أروحت في الدنيا فلوكيا فأنا لم يكن كانش في آية ذاك في المالي بعد أن نتجا مظهرت جدت لسمو استقبالك ده كان شيء أكبر مني أرشدوني لغير أصلا أنك داخل في البسمة اللغوهم لك كبيرة متحببك للجاي أول حاجة كان نحوذ الدكتور بيقول بيقول ميزاتها وعرفها أنا كنت نرسيت أسنان بس معرفة مني على درجة خطب صلاة ومديش حباتها اللي الأكبر مني واقفوا معي ومحموني ومحموني ومحمد الله بديت حبها عندها ترسيم استقبالك الحمد لله جديد على الورياناتيشن والورياناتيشن صراحة يعني أول مسمع تالي طبب كده يعني وأحلي جمع تقولوا يلا دخولي تببت جبت للمو مش عارفة إيه يا جماعة أنا مش عايز أتبب والله ما عايز أتبب ليش في الكلام إيه دا جستة وإنه كلام دا وبعدين لبس دا يعني 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 بعدين الحمد بالله جيت هنحنا هاخد جمعات اللي المستقبل ما شاء الله جبت حاجة أنا عامل في حيث المكتش شوف زي يعني طبعا مشروع عطبي المستقبل دا كترة كواسة جدا أقلب الطلبة اللي بتتبها طالع مثلا من سنوانية عامة وتخش بتبها داخل نظام التالي خالص نظام مختلف عن اللي هم تعود على جدة بيبقى بيحصل ضغباتهم عطبي في أول كام شهر فطبعا ريفنت دا من أكثر الحاجات اللي بسعيدة حطنا بمعنى صحيح بحطنا على أول الطريق تعرف نظام كلينك تعرف تتعامل ازاي مذاكرة ازاي ان كان في الوريانتيشن العادة أو الوريانتيشن تركس أولا زي مانس وحامتين شعور محطوبة على أول الطريق كانت وحديتون على أول الطريق عرفتون ازاي نتعاملت الزيال طولية بعد كده وحديتون أكثر حالك اللي رحنا ندخلها وعرفتون البدايات اللي هنسهل علينا أول شهرين دلاتة اللي بيكون فيه كل الطلبة أو الفوزية مدقيين وشعبتون الوريانتيشن هنا كويس جدا سواء من المادة العلمية اللي بيقدموها أو التراكس اللي هما بيعلمون عليها هما بيخلونا نقصب مهارات كتير مش بس المادة العلمية المهارات اللي احنا اتتسبناها تماما بصراحة الوريانتيشن هنا حاجة فوق المستور حاجة عليه جدا أنا لما حسيت ان الهجال اللي بيقدموها ان هما ده قدرة متخرجين لأ أنا لقيت حد زمائيلي والناس أكبر منه بسنكين بسرحة الوريانتيشن هنا حاجة كويسة جدا فعلا ما هيحطك على أول تطريق والله أنا كنت تطورك اني مش هلاقي الوكينات دي كلها بس بحمد الله جت لها بس بحمد الله جت لها بصراحة اني كنتش متوقع اني يكون كويس جدا بصراحة الوريانة بصراحة اللي بجيتي هنا وحس ان لو لا في تحاول فيه كمان بيسترل قصة قوي لو بتعرف البت ما مش أي حاجة دلوقتي وحتى كلهم بذكروا الحاجات دي بذكروا في العربية فلو استفادنا بس افادنا لك تريع كانت أوقع الوريانتيشن اللي هو مكانش هيكون بالبركرة اللي هو في دلوقتي جيت لقيتي عني دكاتلة يعني يعني يساعدونك كل ما يحاولون في الاستقيم حتى دكاتلة من كارمينة عالفوست الواطس عزينا الجامعية بصراحة أتمنى ان انت يعني تكملوا لقيمة جد حمزة فال اللي حبناش نعرف احنا عن كل ايات فما جينا هنا عرفة النظام ناشر زي لانا حما ممكن مما ندفن يعرفت زي النزاجة من الامتحان ربنا للتبك من اشاء الله ان شاء الله ان شاء الله انكم افضل السنة جاية ويتحققوا ابتنوا وتتمنوا وداما انكم تتعلمون ان شاء الله ربنا وفاقكم امام دائما وان شاء الله ربنا واختكم مثلا لساعتكم دائما متأخشون يعني انا يشرفون ما اصبح شكرا